اختتم معرض السيارات الكلاسيكية الذي تنظمه جزيرة العالم التي تعد إحدى الوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة اختتم فعالياته وذلك بالتعاون مع نادي الشرقة للسيارات الكلاسيكية في مكان واحد تألقت سيارات كلاسيكية قديمة بلا معاني حديدها وأضوائها وعجلاتها في معرض السيارات الكلاسيكية بجزيرة العالم والذي يعتبر أحد الفعاليات المصاحبة لفعالية كشتا التي نظمتها الجزيرة كما اختتم المعرض فعالياته بعروض موسيقية عسكرية قدمتها أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة فعاليتنا اليوم هي مسيرة التسامح تماشيا مع مبادرة حكومة دولة الإمارات بجعل عام 2019 عامل التسامح وهذه المرة الثانية على التوالي لأننا في سنة 2018 طلعنا بمسيرة عام زايد وكنا من أولى الجهات لتنظم مسيرة بهالفعالية السيارات الكلاسيكية تروي حكاية صناعتها وتاريخ تطورها وتكشف أسرار وفنون التصاميم التي وثقت تحولات الذوق الفني والجمالي للعالم خلال القرن الماضي اليوم من النادي الشارقة للسيارات الكلاسيكية أطلقنا مسيرة التسامح تزامنا مع عام 2019 انطلقت المسيرة في الساعة الرابعة مساء من النادي وصولا إلى موقع الحفل جزيرة العلم بمشاركة مميزة بأكثر من مئة سيارة كلاسيكية مختلفة من فئات مختلفة كذلك وشرائح مجتمعية شاركت في هذه الفعالية جزيرة العلم تحرص على تنوع فعالياتها في الهواء الطلق وذلك في إطار حرصها على مواصلة تقديم تجارب ترفيهية متنوعة تتناسب مع أذواق زوارها كافة لتتيح لهم قضاء أوقات ممتعة برفقة الأسرة والاصدقاء إذن جزيرة العلم تجمع نخبة من عشاق السيارات الكلاسيكية التي تستعرض مجموعة نادرة من السيارات قديمة الطراز لإخبار الدار لمياء المازمي من الشارقة